إلى ليبيا حيث قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد ردبيبا إن حكومته لن تسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في البلاد مشددا على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى الانتخابات وعودة الأمانة إلى الشعب حسب قوله الانتخابات الليبية استحقاق مؤجل إلى أمد غير معلوم رغم حضورها الدائمة على لسان الساسة في ليبيا ففشلها في الرابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر الماضي ظل تهمة تتقاذفها الأطراف السياسية فيما بينها الدبيبا يؤكد من جديد أنه لا عوائق أمام إجراء الانتخابات لا على المستوى الأمني ولا اللوجستي أكد الرئيس أن الحكومة تسعى إلى إجراء الانتخابات بشكل فعلي ولا يوجد أي عائق أمني وما نحتاج هو الالتزام الأطراف جميعا والتوافق على الأساس الدستوري لها دعوات ببيبا لا تجد لها صدى على أرض الواقع فالعائق الأبرز أمام إجراء الانتخابات يتمثل في عدم وجود قاعدة دستورية يمكنها توحيد مواقف كل من مجلس النواب ومجلس الدولة لإقرارها بالمقابل يتفهم الأخيران على تغيير المناصب السيادية بدل إجراء الانتخابات حالة من الانسداد تعيشها المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية ويبدو أن ممثل البعثة الأممية الجديد عاد ليحاول فيما يمكن فعله لتحريك المياه الراكدة باتلي المبعوث الأممي الجديد يصل إلى مدينة سيرت في أول اجتماع رسمي له مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 معللا من خلاله استئناف المسار العسكري المتوقف منذ أشهر في ذل انقسام أعضاء اللجنة اجتماع يتوقع مراكبون أن يعيد تحريك ملف إخراج المرتزقة فأعتقد أن الآن التفكير جديا وليس مجرد اتفاقات وهمية لإخراج المرتزقة وأعتقد أن هذا المنتج الوحيد أو المخرج الوحيد الذي سيخرج عليه اللجنة هذه يتزامن جمود المسارين السياسي والعسكري مع جمود اقتصادي أيضا فالبلاد تعيش حالة من الركود منذ أشهر نتيجة ارتفاع سعر الدولار وعوامل أخرى لم تستطع الحكومة تجاوزها حتى الآن إبراهيم العبدالي العربي